بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبركاته سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك انه كل واحد في نفسه شيء او ينقصه شيء او يحب ان يعني يفعل شيء معين في حياته وهو صعب المنعل هذا الشيء يزرعه الله في نفسك ليؤدب هذه النفس هو من باب العذاب فعندما يبتليك الله في هذا الامر اما ان يفتح نفسك ان تهوى السيارات والمركبات والصفر وكل هذه الامور وانت لا تملك المال لهذا الشيء فهذا المنع من باب التأذيب فعندما تتوب الى الله وتقبل على الله سيرفع هذا المنع عنك كيف تتوب الى الله اكثر من الاستغفار نستغفر الله بعدات كبيرة جدا جدا خيرا لك من كل شيء تعمله وسيمحى الله هذا الشغف الذي عندك بفضل الاستغفار الاستغفار سيطيك الله كل شيء تتمنى بفضل الاستغفار سيرزخك الله المال والصحة والحياة الطيب الكريم وكل ما تتمنى بإذن الله تعالى وكل ما ينفعك وكل ما لا ينفعك سيزيله الله من تفكيرك فلا تعود تفكر به إطلاقا كم نستغفر؟ نستغفر الله استغفرنا الله ثلاثين الف مرة في اليوم وقد سمعت قصص حقيقية من لزم الاستغفار يعني من القصص التي أخذتها أن الثلاثين الف استغفار في اليوم جعل صاحب الاستغفار مستجاب الدعاء ومن لزم الاستغفار فتح الله عليه أبواب الرزق على مصرعيه سبحان الله لأنه هذا مصداق لقول المولى عز وجل فقد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بإدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا الوعد تحقق لي أنا شخصيا والله الذي لا إله إلاه وإن لازمت الاستغفار ستنجح في حياتك ستنجح في تعليمك ستنجح مع أولادك ستنجح في كل شيء كيف أعمل خذ المسبحة واشرع بالاستغفار دائما ابقى على استغفار في الصباح في المساء في الليل والله ستنعم نعيم ويرزقك الله رزقا واسعا بإذن الله ويزدك قوة إلى قوتك نعم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب إن شاء تتوسع وتفهم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر تقدر تدخل على قناة محمد حجازي والاستغفار هناك تقريبا 105 فيديوهات حتى الآن ممكن تتوسع في قراءة صورة البقرة في الصلاة والسلام وفضلها أسأل الاستغفار الاستغفار أمطر الله السماء بسببه وجاء المال وقضية الدين والحياة طيبة الكريمة هذا مختصر الاستغفار عندك إشي حابب تسوي بحياتك مش قادر إلزم الاستغفار يا إما يزيل الله هذا الهم من رأسك يا إما يعطيك مسألتك وتكون راضي ستكون راضي بفضل الاستغفار سيعطيك الله مسألتك ليش؟ هذا من باب العذاب أنك أنت ممنوع صح أنت حابب يكون عندك إشي مش غادر الطول فهذا من نوع المنع والمنع هو من نوع العذاب أنت نفسك بدك شيء وترى الناس عندها هذه الأشياء وأنت بعيد كل البعدان هذا الشيء وترى نفسك ناقص ويقول المولى عز وجل في كتابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون فعندما تلزم الاستغفار سيفعل الله عنك هذا المال وسيعطيك مسألتك وسيفتح عليك أبواب الخير ويغلق عنك أبواب الشر فالاستغفار هو قمة التوحيد أعلى درجات التوحيد والاستغفار هنيئا لمن وجد في صحيفتي كثيرا من الاستغفار فقلت استغفر ربكم إنه كان غبارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فوالله ما عليك إلا أن تمسك السبحة وتستغفر بالليل والنهار أكثر يعني إحنا استغفرنا ثلاثين ألف إن لم تستطع عشرين ألف إن لم تستطع عجرة ألاف ولكن كن في ورد عالي جدا وإن وصلت للعشر تلاف فاجعلت نعشر ألف وإن وصلت للعشر اجعلت عشرين ألف وهكذا حتى تبلغ ثلاثين ألف مثلا ليش والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا سيفتح الله عليك بواب الخير كلها والله الاستغفار هو مفتاح كل شيء مغلق فأكثر من الاستغفار ونعم بحياة طيب كريمي ملؤها الغنى والتقى والعفاف والسعادة والقوة والرزق والعلم والفهم وكل شيء في الاستغفار نعم هذه هي آية الاستغفار بسورة نوح يحققه الله للمستغفرين نعم يكفيك الله كل شيء بالاستغفار أقبل بس امسك المسبحة طبعا ابدأ اغلع عن هذه الذنوب التي انت فيها وان شاء الله بالاستغفار ستنجو وتنعم نعيم الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن انك تتابعني وتحط لايك وتعليق على قناتي محمد حجازي والاستغفار مثلا ستظهر عندك قناتي هناك كلام مطول عن الاستغفار وكلام مطول عن سورة البقرة وكلام مطول عن المقايضة المقايضة وامور كثيرة فلك ان تدخل وتغترف من هذا العلم ايات عشناها بفضل الله وتحققها لنا فيها حقيقة ليس كلام كتب ان اتكلم عن تجربة عشتها وجئت بها اليك ووالله ثم والله ثم والله انها حقيقة وليس خيال وليس كلام كتب انما عشتها انا بنفسي وابينها لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية وهذه اية الاستغفار قد بيانتها لك كيف تعيشها عنشان تعرف تعبد الله وتعرف ان الله قريب واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب داود الداعي فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم رشدون فاستجب واكثر اكثر كثيرا تنعم عنشان في فرق بين الذنب والسيئة الذنب بينك وبين الله يهمهوه الله بالمغفرة والسيئة تتبعها تتبع السيئة حسنة فتمحوها فاقل عن المعاصي واقترف من الخيرات بكثرة الاستغفار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العين وصل لهم بسيطة محمد ترجمة نانسي قنقر